السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في فيديو جديد للقناة هنتكلم النهاردة على مقارنة اه منتظرة وناس كتير جدا بتدور عليها في الوقت الحالي ايه يا المقارنة دي مقارنة بين جهازين نزلتهم انفينيكس اللي هو الانفينيكس اللي هو الحداشر اس والحداشر وايه الفرق الجوهري ما بين الجهازين دول اللي هما نزلوا مع بعض وهم اعتبر تقريبا قريبين من بعض الجهازين دول بمثابت اجهزة عملت اه ضجة كبيرة جدا في الفئة الاقتصادية وخلينا نأكد دايما ان هي فئة اقتصادية مش فئة متوسطة فئة متوسطة اللي هي فيها الموبايلات بتوصل لى اه اربعة وخمس تلاف جنيه ممكن توصل لستة سبعة دي الفئة المتوسطة لكن الفئة اللي هي في رنجة تلات تلاف جنيه او اقل دي فئة الاقتصادية خلينا نبدأ الفيديو ونشوف ايه التفاصيل والنهاردة نعمل انبوكسينج ونشوف الاجهزة دي اخبارها خلينا نبدأ ورجعنا تاني وخلينا بقى نبدأ الفيديو طيب عندنا الاخين دول تمام? الاخ الاولاني ده اللي هو الجهاز اللي هو العادي عادي وده اللي هو طيب ايه الفرق ما بين الجهازين دول? الجهازين دول في اختلاف كبير جدا في السعر بينهم الجهاز اه العادي ده تمنه في حدود تقريبا الفين وخمسمية الفين وستمية النسخة اللي هي اربعة جيجا اربعة وستين اه اه اربعة وستين والجهاز التاني المبلغ بتاعه بيبقى طيب من في حدود تلاتة مية تلاتة امتين اللي هو الاس اللي هو في منه نسختين في نسخة اللي هي اربعة اربعة وستين دي تعملها تعمل حوالي في حدود تقريبا الفين وسبباوية الفين وتمانيوية جنيه. والنسخة اللي هي المية التونية وعشرين اللي معانا النهاردة دي آآ بتعمل حوالي تلاتة مية او فرنجات دي. طيب ايه بقى الفرق الجوهاي ما بين الجهازين اللي هم هنزلوا مع بعض وما بين التجربة الخاصة بانفينيكس. انفينيكس آآ الناس كتير ما تعرفها عشان هي انفينيكس آآ عندها شركة برضو تانية اللي هي شركة تكنو فهي بتنتج منتجات انفينيكس وتكنو وهي التارجة الاساسي بتاعها في السوق او بتاعها في الفئة الاقتصادية. المنافس اللي واحد ديها حاليا في الوقت الحالي اللي هو طبعا ريدمي اللي هو ريدمي تان بس هو اغلى شوية في الساعة. طيب ايه المميز بقى في الاجهازة دي? اول حاجة آآ بتبهرنا في الاجهازة دي ان الجهازين جايين بآ آآ شاشة دي طبعا حاجة رائعة في الفئة دي آآ في منافسين تانيين بيدو لك شاشة اتش دي بس لأ هي فول اتش دي بلاس ونسخة الاس بآ آآ عندها ميزة زيادة ان هي الشاشة تسعين هيرتز طبعا هي مش التسعين هيرتز اللي احنا يعني عارفينها بس هي ميزة ان فيها تسعين هيرتز تمام طيب ايه الميزة برضو التانية? الميزة في الرام ان هي الاتنين اربعة جرام دي حاجة كويسة جدا آآ المساحة آآ واحد مئة تمانية عشرين اللي هو الاس والتاني آآ المساحة بتاعته آآ آآ وستين آآ جيجا آآ آآ هما كان للاستخدام وكان عن التجربة الفعلية للاجهزة اولا هو اول حاجة يعنيش عارب نسان نتكلم عليها وهي الدزاين الدزاين هنا زي ما احنا شايفين الكاميرا جاية بدزاين اولا هو مسكة التليفون سهلة جدا لطيفة جدا آآ ازا احنا شايفين الشاشة آآ آآ الوانها وسطوعها آآ محترم جدا آآ حاجة بصراحة كويسة جدا الجهاز التاني جايب دزاين مختلف شوية آآ يشبه شوية آآ الكاميرات اللي هي آآ آآ او الدزاين الخاص به الهواوي والاورنر طيب آآ الميزة التانية برضو اللي جاية فيه وهي المعالج الحاجة المبهرة جدا في التليفون نين دول انه هو نازل معاهم آآ آآ معالج آآ آآ معالج ميديا تيك آآ هاليو جي آآ النسخة العادية نازل فيها هاليو جي سبعين الاتنين من نفس المعمارية اتناشة يونانيوميتر استخدامهم للطاقة آآ كويس بيوفروا في الطاقة اللي طبعا الشاشات بتاعت التليفون آآ اللي طبعا صعبة تلاقي في الفئة دي امولود او حاجات من دي لكن الوانهم هيلة جدا بيوصلوا لدقة بيكسلات آآ ربعمية بيكسل بريانشفت حاجة هيلة جدا نوسخة اللي هي الاليفن تلتمية تسعة تسعين والتانية ربعمية طبعا هي العين البشرية اكتر حاجة بتقدر تشوفها وهي آآ ربعمية بيكسل فطبعا كسافة بيكسلات هيلة جدا آآ صوتهم تحت الشمس آآ معقول آآ آآ ربعمية وخمسين نتس وهي هنا خمسوني نتس معقول جدا آآ بالنسبة ليه المعالج آآ المعالج جاي بمعالج رسومي اللي هو آآ آآ مالي سي آآ اتنين وخمسين وهو آآ الاتنين نفس المعالج يعني كفاءاتهم في اللعبها تبقى واحدة يمكن الاختلاف شوية في الثمانية وتمانين والسبعين الفريق والجهوري بينهم انه هو هنا مقسم الانوية اتنين جيجال واربعة تنين اللي هما التمانية يعني خاصية من البرستسر هنا ااتنين انوية خاصية هنا آآ وهنا اتنين جيجا وهنا اتنين واحد ص magazين اختلاف مش ضخم مش رهيب في الاستخدام لكن هو الجهاز بصراحة باهرني بان هو امكانياته بالنسبة لسعر مناسبة جدا ممكن تكون هنا الكاميرات طبعا الكاميرا الاساسية تلتاشر ميجا بيكسل والكاميرا السيلفي تمانية وهنا جاي بكاميرا اه خمسين ميجا بيكسل تمام ده جاي بخمسين ميجا بيكسل اه ككاميرا اساسية لكن عشان نبقى وقعين مفيش طبعا اعتماد على الكاميرات لان هي الكاميرات برضو هي تؤدي الغرض عايز اضاءة كويسة جدا ويتطلع صور معقولة او مقبولة لكن مش الكاميرا الواقع فاللي بيفكر في ان هو يجيب الجهاز ده عشان نستخدم كاميرا لا مش هلازمه طيب ايه ايه الجهاز ده بيستخدم ميستخدم ممكن ناس بتستخدم جيمز هتبقى سعيدة جدا بالتليفون ده علشان اداء الالعاب هايل جدا طبعا الاتنين يشغلوا ممكن تكون مش على اعلى اه فريش فيت واعلى جرافيكس لكن يلاقي حد ما هتشغلها بشكل مقبول تمام بالنسبة للبطارية الجهاز الاليفون نازل ببطارية خمس تلاف ميلي امبير طبعا حاجة هيلاجه خمس تلاف ومتين ميلي امبير والجهاز التاني اللي هو الاس نازل بخمس تلاف ميلي امبير الاس مزودين شوية ان هم راح حطين معاه شاحن تمنتاشر روط والتاني شاحن عشر روط في زمن الشحن كل بطارية في يوم بتشحن في ساعتين فمش هتحس بالاختلاف الكبير جدا لكن اللي باهرني جدا فيه التليفونين دول ان هم فيهم بمعنى ان هو سيستم انا المبوصل الجهاز عشان يتشحن الجهاز بيفضل منعور اول ما يخلص سحق شحن بتطفي اللمبة وبيفصل نفسه تماما من الواصل عليه عشان ما يتلفش البطارية وده نظام شحن متطور جدا وهايل جدا وممكنة طبعا بالنسبة لجهاز عشرين وواحد وعشرين طيب المهام اليومية والاستخدام هلاقي الجهاز معايا لطيف الوجهة الخاصة بـ XOS اللي هي خاصة بـ Infinex هي وجهة خفيفة جدا فانيلا شوية قريبا من الاندرويد الخام فدنياتها لطيفة لكن يمكن يعيبها شوية انها فيها اعلانات كتير وحاجات كده منهاش لازمة يعني كده لو مسحناه وما وشيناه مش مشكلة الدنيا هتبقى لطيفة كده تمام لكن هو الجهاز في كل حاجة ممكن يدهنة كجهاز كواي فاي مقبول معقول مكلمات شبكة المرهامات برضو كويسة مش الجهاز الواو مش الجهاز الخرط لان سعره مش غالي لكن في النهاية هو لو جهاز انا بدور عليه على فئة اقتصادية فئة بسيطة لا طبعا جهاز رائع فهي دي دي الفرق الجوهري للناس اللي هي بتفكر انه هو فرق السعر حوالي خمسمائة جنيه او ستمائة جنيه فلو الناس بتفكر تشتري مش لازم تفكر قوي في ان هي تاخد النسخة دهنا بس ان نوصل على مميزة مميزة هنا في بتاعها اللي هو او 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 الظهر بتاعه يشبه شوية ديزاين بتاع الكاميرات الاونر وكاميرات الهواوي فكا ديزاين كشكل واخد الشكل العصري اكترين كنت تاني واخد واخد ديزاين الكاميرات بس ديزاين الكاميرات هنا حلوة جدا اللون او جميل جدا هو بيعمل شوية رفلكشن كده فيه شوية التعيجات هو من البلاستيك لكن تصميمه كويس جدا الاجهزة جاية معها جراب لي الضهر وجاي معاهم الشاحن بتاعهم وجاي معاهم سماعات ودي طبعا حاجة رائع جدا ان الشركة تفكر فان هي تحط سماعة في فئة رخيصة زي دي ان هي تحط لك جوه العلبة سماعة طبعا دي حاجة رائعة جدا يعني فيحط سماعات تلاتة ونصف ميلي طبعا حاجة كويسة جدا مسكيته لطيفة الدزاين بيتراخبه في النوع اقول في الاخر جهاز بلاستيك وده ممطقي الاجهزة جاي عليها دي حاجة تحترم جدا من الشركة فهو جهاز يؤدي الغرط خلينا دايما نحط تحتها تمانين خط يؤدي الغرط فهو ده الانبوكسنج الخاص بالاجهزة دي وتمنى نكون الفيديو مفيد وتنسوش تدعمونا اشتركوا في القناة